استمرار تأثير الحالة الماطرة على المملكة العربية السعودية اليوم وغدا وامتداد فرص الأمطار لمناطق جديدة تشير آخر القراءات الجوية إلى استمرار تأثير الحالة الماطرة على إجزاء أشوائية من شرق ووسط وجنوب المملكة اليوم وغدا مع امتداد فرص الأمطار لإجزاء من شمال غرب المملكة بحيث تستمر فرص خطور الأمطار الرعدية على بعض المناطق الداخلية من المنطقة الشرقية وإجزاء عدة من منطقة الرياض إداريا ولا يستبعد أن تتجدد الأمطار الرعدية على العاصمة الرياض بالإضافة للمرتفعات الجنوبية الغربية من المملكة ومنطقة الربع الخالي وتكون الأمطار غزيرة أحيانا وتسبب بارتفاع منسوب المياه بالطرقات بالإضافة إلى أنها تسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب في تشكل عواصف ترابية محلية من المتوقع أن تمتد فرص الأمطار الرعدية لإزاء متفرقة من حائل والقصيم وشرق منطقة المدينة المنورة على شكل زخات متفاوتة الشدة من الأمطار تكون مصحوبة بالعواصف الرعدية ونشاط في الرياح الهابطة كما وتشير المؤشرات إلى نشاط الشرقيات مع نهاية الأسبوع الحالي ليتدفق بخار الماء الاستوائي والناتج عن بقايا المنخفض الجوي إلى القطاع الغربي من المملكة بحيث تتركز الإضطرابات الجوية على طول القطاع الغربي من المملكة بالدرجة الأولى لتشمل أيضا إجزاء واسعة من نجران ومرتفعات وتهامة جزان وعسير والباحة بالإضافة إلى مرتفعات مكة المكرمة وقد تطال الأمطار لتشمل المشاعر المقدسة ليلا وتكون الأمطار متفاوتة الشدة وغزيرة أحيانا ومترافقة بحدوث العواصف الرعدية وتسبب في جريان الأودية وتشكل السيول بشكل قد يكون خطير أحيانا بالإضافة إلى أنها تسبق في العديد من الأحيان بنشاط كبير في سرعة الرياح التي قد تتسبب بتشكل عواصف ترابية محلية وتشير ذات القراءات إلى توقعات بامتداد فرص الأمطار الرعدية لإجزاء من مرتفعات المدينة المنورة وتبوك بمشيئة الله بعض التوصيات التي نوصي بها خلال هذه الحالة أولا تنبيه من السيول المنقولة خاصة بالمناطق الجنوبية الغربية بالمملكة أيضا نوصي بالابتعاد عن مجاري السيول والأودية ونود التنبيه الأخير من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار نتمنى السلامة للجميع